حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من سقوط النظام قائلاً إن البلاد عادت مئة عام إلى الوراء بالنسبة لقضايا الديمقراطية والعدالة وانتقد خاتمي استشراء الفساد والفقر والتمييز ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة محذراً من تهديد الفساد للنظام الإيراني في إشارة منه للانتفاضة الشعبية الغاضبة وقال خاتمي إن النظام أخفق في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة وهذا لا يقتصر على حزبي الإصلاحيين والمحافظين وتأتي تصريحات خاتمي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية عارمة اعتراضاً على سياسة نظام طهران الهدامة والتي ألحقت الضرر بالمستوى المعيشي للشعب